ستة وعشرون مراقباً تعليمياً بعدد من البلديات المختلفة وأربعة عشر موظفاً من مديري المراكز والمصالح والمكاتب والإدارات بوزارة تعليم الوفاق جرى إيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق الإداري وزارة التعليم عزت سبب إيقاف مراقبية تعليم لعدم إحالة كشفات حصل الموظفين العاملين في مناطقهم التعليمية رغم المطالبات المتكررة مما ترتب عليه أدرار بالمصلحة العامة كما أنهم خالفوا قانون علاقات العمل وفق قول الوزارة وفيما يخص الأربعة عشر موظفاً فقد أرجعت الوزارة سبب إيقافهم لما اعتبرته تقصيراً منهم في أداء مهامهم مما أثر على عدم تنفيذ سياسة الوزارة الإصلاحية وفق نص القرار الوزارة وفي قرارها ذكرت أنها ستعمل على تكليف من يقوم بتسير مهام العمل في كل المراكز والمصالح والمكاتب والإدارات الشاغرة إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق أما فيما يتعلق بمراقبية التعليم فسيكلف مدير التعليم الثانوي بكل مراقبة تعليم بتسير مهام العمل إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق حصل الموظفين العاملين في المناطق التعليمية يأتي في إطار قرار وزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل الذي اعتمد في مارس الماضي ثلاثة عشرة مراقبة تعليم على مستوى ليبيا باستثناء المنطقة الشرقية وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق قد بدأت منذ ديسمبر الماضي في إبرام عقود لسد احتياجات المؤسسات من المعلمين وتحسين بعض الأخطاء التي وقعت في حق بعض المعلمين أثناء تنفيذ الملاك الوظيف بشكله الجديد وفق ما صرح به وزير التعليم عثمان عبد الجليل